موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم يتجدد اللقاء في رحلة علمية فكريات دينية نتعرف فيها على الإسلام الصحيح وبداية نشوء الفكر المتطرف وأيضا كيفية مواجهته الرحلة ننهل فيها من علم العلامة الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة الذي أرحب به دائما أبدا برحب فضلتك مولانا وبشكرك على تلبية الدعوة أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم هاتوقفنا في مجموعة حلقات وملمح تاريخي مهم يعني أود أن نبقى فيه أيضا لو أذنتلنا فضلتك ظهور الأفكار المتعلقة بالنهضة عبد القدر البغدادي مختار الزبيدي وصولا للرفاع التهطاوي وحسن العطار اليوم نود مع بداية العصر الحديث جمال الدين الأفغاني ومحمد عبدو أن نتوقف أيضا مع مجموعة من الحلقات ننهل فيها من علم فضلتك لنفهم وصولا إلى العصر الحديث كيف ظهر هذا الفكر والمفهوم بالنهضة والإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا العثمانية دخلوا مصر وهي قلب العالم الإسلامي كان الناس يتركون الحرمين الشريفين ويتوجهون إلى مصر من أجل العلم دخلوا سنة 925 هجري 925 هجري بدأ الثقافة العثمانية يعني تتبنى عدة آراء عملت أزمة وعملت أزمة لأنه أيضا استحضروا الماضي في الحاضر وبغض النظر عن تقويم للتجربة العثمانية بما لها من إيجابيات وسلبيات إلا أنها في الواقع عملت أزمة جعلت المسلمين يشعرون أنهم في حاجة إلى مشروع نهضة ينهضون فيها بين الأمم لأن هؤلاء الذي بنوا النهضة الإسلامية في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الهجري لم يعد هذا العطاء موجودا إلى القرن الرابع الهجري كان المسلمون يولدون العلوم كان فيه علوم جديدة أنشأ علم الناح وأنشأ علم الصرف أنشأ علم الفقه أنشأ علم الحديث أنشأ علم التوثيق أنشأ علم القراءات أنشأ علوما كثيرا خدمة لمحور الحضارة وهو النص كل حضارة لها محور الحضارة الفرعونية مثلا محورها الموت وفكرة المقابر ويخدمون هذا الموت في سورة الأهرامات الجليلة والأهرام ده كان لما الصحابة دخلت الأهرام صلت في رحاب الأهرام وقالت هذا مصلى الأنبياء يرويها الشريف الإدريسي في كشف الأسرار إذن هذا ليس مكان عذاب ولا كذا إلى خلد حضارة وفهم الصحابة هذا ونص الشريف الإدريسي في كتابه هذا على أن الصحابة الكرام كتبوا على ملاطي الهرم الملاطي اللي هو الحاجة اللي مغطيها يعني من الجير من البتاع شوف كان إيه فلان ابن فلان يوحد الله يا سلام التفاهم لما العيال تكتب على الجدران للذكرى الخالدة أو الحبيبة فلان وفلان والقلبين ومن الصحابة الكرام لا فلان ابن فلان يوحد الله ويصلي في هذا المكان لما فهم التوحيد يعني قبل عصر الأنبياء الصحيح شوف إزاي شوف فإذن خلينا نقرأ الأمور بقراءتها الصحيح كثيرا ما يسألني الناس هو إيه الفرق بين الأزهري وبين مثلا واحد زي الإخواني أقول لك أنا الفرق فرق بير ليه في فرق في فهم النص وفي فرق في إدراك الواقع وفي فرق في التوجه وفي فرق في بناء الجسر الذي يصل النص بالواقع وفي فرق في التربية وفي فرق في المقالات نظرين إلى المقالات إزاي وفي فرق في التعامل مع اللغة العربية وفي فرق في التعامل مع المصادر الشرعية أو في فرق نحكي بقى الفرق فإذن ما يجيش حد يضحك علينا يقول ده فيه مشروع اسمه مشروع النهضة مشروع النهضة مشروع حس به المصريون من قديم الزمان في القرن الثامن عشر فطلع ولا إيهنا عبدالقدر البغدادي الذي ألف خزانة الأدب ولوب المواب لسان العرب وعلى فكرة وغير ابن منظور الذي ألف لسان العرب بعض الناس يخلط الأدنين لا عايزيه يا عبدالقدر عايز ترجع ملكة اللغة تبقى فاهم لغة كلها ليه إندي أصلا من مجنزور قال لأن اللغة والفكر واجهان لعملات واحدة هو قال بالنص كده لا ما قالش بالنص كده إنما لما تدرس وتقرأ وتحق أرقب من الأزهار وبن غيره من النابتة ولا مش عارف الإخوان ولا كده تقرأ فرق كبير بين أنك تقرأ وتفهم وتستخلص مثلما تستخلص النحلة من الظهور الرعيق ثم تحوله عسلا وهو ده اللي احنا محتاجينه وبين أنك انت تورطني في فهم خاطئ وتركبني سفينة غير أنا نعم عبدالقدر البغداري عمل ترمزة المرتضى الزبيدي عمل ترمزة وأضاف إلى اللغة قضية التوثيق وقضية الأخلاق صحيح فشرح إحياء علوم الدين اتحافي السادة المنتقين وشرح الفيروس أبادي في تاج العروس شرح القاموس جاء حسن العطار لما شاف الحملة الفرنسية الدايق ولما جه محمد علي في الدولة الحديثة وبدايات الدولة الحديثة يرسل أولاده يتعلمه برة أرسلهم إلى إيطاليا أول البعثات كانت بأيطاليا ثم بعد ذلك ذهب بهم إلى فرنسا على طول رحله حسن العطار الذي كان شيخا للأزر وقال له خد الولد ده رفاع الطهطوي علشان يدي مسحة دينية لولدنا بدل ما يرجعوا فالتانين شوف الكلام شوف نظرة الآباء بدأ ده متأثر بالمرتدر الزبيدي في النظام الأخلاقي ده مش عايز العيال تبقى متعلمة وبس وعند أخلاق ودين لازم يكون فيه أخلاق هذه المشاريع إنه عايز لغة وملكة اللغة وملكة اللغة دي لما أعرضها على واحد من إخواننا المسيحيين ما يقولش لا لأنه في الحضارة بتاعتنا والمسيحيين الكاثوليك هناك في في لبنان في لبنان بذلوا مجهود كبير جدا في إيجاد الموسوعات والقواميس وال وتجميع الشعر العربي شيخه يقال في كتاب كده وإسمه شعراء النصارى عند العرب يا سلام فارس الشدياء كان مسيحيا ثم أسلم لكنه وصل من درجة التمكن في اللغة العربية وهو على مسيحياته أن استعانوا به في ترجمة الكتاب المقدس إنما قال لي في الجاسوس على القاموس بينتقد فيه قاموس الفيروس أبادي اللي شرحوا صاحبنا المرتضى الزبيدي صحيح المسيحي لما قوله تعالى تعلم عربي أو تعالى في مجمع اللغة العربية يراح يعني المشروع بتاعي هو مشروع وطن أهو أنت يا مسلم تعارض قوة اللغة العربية طبعا لا إذا كانت كتابة مقدس القرآن الكريم باللغة العربية إذا كانت السنة باللغة العربية صحيح ولذلك مش هنعا طب أنت يا مسلم وانت يا مسيحي هل أنت تعترضوا على الأخلاق في حد يقول كده لا كل الناس بتحب الأخلاق حتى اللي ضدها بيحبوها برضو ويقولك الصدق زينة والكتبشينة القضية التوثيق لازم نكون كذبين كل الناس تقول لا ده من مصدقية الإعلام أن يكون صادقا من مصدقية الصحفة أن تكون صادقة من مصدقية الحكومة أن تكون صادقة يبقى التوثيق ده اللي بيه بشوف هذه الأخلاق إذن ده مشروع فعلا قومي مكون من ثلاث أركان عودة اللغة وكذا وكذا أضف إليهم حسن العطار أنه شاف الناس دي معا بنادي وإحنا مش معانا بيدخلوا يعملوا ألاعيب في الكيميا في المعمل وإحنا مش معانا الأدوات دي كلها شاف الحاجات دي فقال لا ده معهم حاجة مش معانا اللي هو قراءة كتاب الله المنظور قراءة الكون اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ الكون وبعدين اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يعني اقرأ الوحي فأنا عايزة أجمع بين الاثنين وده مراد حسن العطار فأضف لي قراءة الكون حسن العطار يبقى اللغة التوثيق الأخلاق وإضافة ومفهوم العلم وفهم الكون زي ما فضلتك تفضل أساسيات أربعة نعم تفضل يا رفاعة روح ووصف لي كل حاجة عشان أفكر فيها واستنبت منها هم أقوياء ليه فين المفتاح فذهب وأرسل له عن عربية الرش انها بترش بعد العصر عن هما بيحطوا المعلقة فين والشوكة فين هما بيأكلوا ازاي ايه علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة الرجل بالمرأة هي أساس الاجتماع البشري اللي منها هتيجي الأسرة فعمود النسب حواء آدم يعني صحيح قل لي كل حاجة فقال له كل حاجة بعين النقدة وفي نفس الوقت قاعد يتعلم فرنساوي حلوة قوي فرجع يعرف فرنساوي أحسن من الفرنساوي لأنه درس بقى العلم نفسه بتاع اللغة اللغة الفرنسية رفاعة بيك لما رجع يعني فتح المدارس والألسن وبتاعه مش عارفه وقام بعمل الترجمة كبيرة جدا وهو مراعي الأرض فقالف الإجاز في سيرة ساكن الحجاز علشان يقولك ده نموذج أخلاقي يجب علينا أن احنا نتابعه ترجم المجلد التالت من جغرافية مالتربورن فترجم بعد كده في أواخر القانون الفرنسي وطبعه في مجلدين احنا ما نتطبقش عندنا القانون ده القانون ده الترجم علشان هنشوفه في التجربة المصرية علشان نشوف الفرق ايه بين الأزهاري وبين غير الأزهاري من الجماعات العجيبة الغريبة اللي نبت الدية ايه الفرق هم طبعا علشان على طول يصدروننا فوشنا علشان قال نخاف انت أصلك انت فقيه السلطان انت كده بتمدح في السلطان السلطان لو اتخذني فقيها له فيبقى ده سلطان محترم صحيح لانه بيقول انا مش اعمل حاجة الا لما شوف رأي الدين صحيح لما هم يقصدون طبعا شيئا اخر وهو اننا قد بيعنا الاخرة واشترينا الدنيا لا احنا ما بيعناش الاخرة ولا اشترينا الدنيا نحن فهمنا منكم به الى الممات راجينا بذلك ثواب الله ووجه الله وحسبونا الله ونعم الوكيل ولذلك فالله ينصرنا وينصرنا بصورة مستمرة ويهزمكم ويهزمكم بصورة مستمرة اذا كنتم تريدون ان تدخلوا موسوعة جينس للارقام القياسية فستدخلونها لتكرار الفشل واحد بيفشل 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 فتسجل انت كم مرة فشلت وقعت تحاول نفس الغباوة هو يا ربي بغبوته يا ربي 200-300 مرة هدخلك بالشكل ده موسوعة الفشل ولكن في الفشل وليس في النجاح استاذ في فصل سريع ناخد الفصل ونرجع ونشوف أواخر التسعتاشر حصل شكرا جزيلا لمولانا فصل قصير بعده نعود لنواصل حديث عن القرن التسعتاشر ومحمد عبدالجمال الدين الأفغاني انطلاق من رفاعة تغطاوي وعدته من باريس تغيرونا موسيقى مجددا أرحب بكم مشاهدين الكرام المتشددون ما زلنا نتحدث عن الإسلام الصحيح أرحب بفضيلة العلامة الجديدة الدكتور علي جمعة هذا عن رفاعة التهطاوي وما قدمه بعد أن أرسله حسن العطار ما زلنا في نهايات القرن التسعتاشر هناك مفكرين وعلماء كثر ظهروا في هذا التوقيت ونحن في حاجة إلى شيء ينقصنا عبدالقادر المرتضى وحسن العطار ومعاه حسين أنه في حجم مصال حسين أن الغرب تقدم وكذا ولذلك بعد كده فضل هذا الهاجس موجود على فكرة لغاية دلوقتي فأبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى يؤلف كتاب في غاية الأهمية يسميه ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين يعني هو حس أننا لما نسحبنا من المشهد ده العالم كله خسر الإنسان بس بس على فكرة سمى الحالة اللي إحنا فيها إنحطاط المسلمين يبقى ده مسلميتنا بالواقع صحيح لماذا نحط المسلمون شاكيب أرسلان الأمير شاكيب أرسلان مندايق في حاجة كله ده في القرن العشرين لا إحنا شايفين هذا القلق موجود من القرن الثمنتاشر ووصلنا به إلى هذا الحد محمد عبدو مات مولود 1849 يعني على رأس القرن بقى 51 سنة صحيح الراجل الآن الآن زي القلق اللي موجود ده كله صحيح بس مش هو الآن وحده بس هو الآن القلق ده عمل في بلاد تانية زي صدور الوهابية الوهابية صدرت ليه وخرجت ليه لأنه الآن حسس إن فيه حاجة عايزة تتغير وده حسس إن فيه حاجة عايزة تتغير فاصطدم بشخص ثوردي اسمه جمال الدين الأفغان وجاي من بتاعه بيقول أنا من الأفغان ماشي صدقه إنه هو من الأفغان لما جاي جمال الدين جاي ومعاه عمق في دراسة المعقولات التوحيد والمنطق والفلسفة والحكمة العالية دراسة المعقولات قوي قوي فيها ماشاء الله عندنا ناس في الأزهر كده كان منهم الشيخ محمد الفضالي كان منهم الشيخ البجوري كان منهم الشيخ الصاوي عندنا ناس أرد ابن سينة وشيفة عشرين مجلد طبعا العجم أرد مولا نصرة اللي هو ناصر الدين ناصر الدين أرينة كتير وفي علم كتير وفي المعقول إنما ده جه بمذاق آخر فلفت إليه محمد عبد لما جلس مع جمال الدين لقاه إنه عاتل هم الأمة أو يعني هكذا بدى له لأن جمال الدين عليه علامة استفهام لكن محمد عبد ما عليهش علامة استفهام ده راجل وطني وراجل ابن هذا البلد وابن هذا الأزهر إنما هو قلق وحيران إنما لفت نظره جمال الدين الأفغاني فمشي معه لغاية ما اختلفوا مع بعض اختلفوا ليه لا في النهاية جمال الدين بيقول يا جماعة مش هتتحل مشاكلنا إلا بأمرين الأمر الأول هو أن الدولة قبل الأمة اللي احنا دلوقتي بنسميها المجتمع الدولة قبل الأمة يعني الوطن قبل الخلافة الخلافة قبل الدولة قبل الأمة يبقى الخلافة قبل الوطن ده مفهوم ده مفهوم الدولة قبل الأمة يعني أنا أريد استولي على السلطة مش هينفع نغير الناس مش هينفع أن احنا نتقدم بالناس إلا إذا استولينا على السلطة يبقى القضية أولنا اقفل كل حاجة السلطة وسعلي إلى السلطة الدولة قبل المجتمع الدولة قبل الأمة طيب الدولة قبل المجتمع وإيه تاني الجامعة الإسلامية اللي بقى الخلافة قبل الوطن خلاص فالدولة قبل المجتمع والخلافة قبل والخلافة قبل الوطن محمد عبدو حسب أن الكلام ده فيه غلط آه آه يا سلام قال له يعني اللي احنا درسناه ده وتربنا عليه مع مشايخنا والمصادر والحديث مش بتقول كده إيه المصادر اللي مش بتقول كده حديث البخاري بيشرح لنا إزاي هيشتد الأمر على الناس اللي اللي عايزة تقبض على دينها وعايزة تعمل الدين مصبوط لغاية قاله فإن كان في الأرض خليفة فالزم الخليفة يا سلام النص ده أخرجه وأحمن نص البخاري فإن كان في الأرض إمام فالزم الإمام ها إيه بقى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك الله يعني ده مش إمام تقي نقي عادل ده إمام ابن لزينة بيضرب ظهري وبيأخذ مال يعني إمام ظالم تتبعوا ها تتبعوا يا سلام ده ضد السعي إلى السلطة ما قاليش لا اطلع قومه اقتل اخرج عليه اخرج اهده شيلوا أين هي المبادئ العليا من العدالة والمساواة وكذا وكله في النهاية هيضيع الناس ويقضي على الأموال والأعراض والدماء صحيح فاحنا هون الفرق هو ان حديث البخاري انا بنفزه اللي انت بتتهمني عشان انا بقيت بتاع سيدنا محمد انني بتاع السلطة واننا بمالق السلطة سلطة ايه وصلطة ايه صحيح انا لا بمالق حد ولا بعمل حد ده نص محمدي فان لم يكن في الأرض امام ولا جماعان يعني امام ايه فيش امام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان يأتيك الموت وانت تعض على جذع نخلة مؤمنا بالله واليوم الاخر يا السلام ايه يعني يعني ما نضمش الى فريق من هذه الفرق الفرق وكأن انهيار الخلافة او انهيار وطبعا بتاع احمد بقى ايه فإلا ما يكن في الأرض خليفة فالزمه ولو ضرب ظهرك واخذ مالك وإلا فاعتزل تلك الفرق كلها وفي رواه الهرب الهرب وفي حديث تاني من كان له أرض فليلحق بأرض من كان له غنم فليلحق بغنمه اووا وتشتركوا في الفتنة يا سلام في فتنة عمياء صماء بكماء وفي رواية يستشرفوا من استشرفت لها استشرفت له وقع اللسان فيها كواقع السيف يا سلام طب ويهي الفتنة يكثروا سيأتي على الناس زمان يكثروا فيه الهرج قال وما الهرج يا رسول الله قال الكذب والقتل الكذب اللي بيعلموه لولادهم في التواصل الاجتماعي صحيح والقتل اللي بيعملوه في الميادين والحمد لله رب العالمين على كل حال قالوا اكثر مما نقتل الآن يا رسول الله ده احنا بنقتل كتير في الحروب بتاعتنا دي عارف القتل في العشر سنين بتوع المدينة كانوا كام ألف وستة عشر سنين فترة وجود الرسول عسى السلام في المدينة اللي جات في ألف وستة في تمانين موقع لنتاج الغزوات والمواقع والحروب قال للواد الإخوان يحسب أنه على شاي وأنه يدافع عن الله ورسوله وأنه سوف ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت لا فكر مغلوط أنت بتقرأ غالط أنت لو كنت بتقرأ صح كنت عرفت أن علوم العلماء أن الحلحوم العلماء مسمومة وأن العادة في منتقصيهم معلومة وكنت عرفت أنه ربنا سبحانه وتعالى لما النبي يقول يحملوا هذا العلم من كل خلف ودوله أنك تختشي وتتبع وتسمع وتحط نفسك في مكان التواضع ومن تواضع لله رفعه مش تروح تفسر للنصوص تفسيرا خاطئا وتجتزئ وتخذ بعض وكذا إلى خلز طبقا لما سنره من البلاء لهؤلاء المتشددين والنبي وصفهم فقال أحداث الأسنان سفهاء الأحلام ولذلك تجد هذه الجماعات اللي عملها كلها شباب حسن البنة هو وبيع من سنة الثمانية وعشرين كان عنده اتنين وعشرين سنة أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من كلامي خير البرية الله يعني يقولون أحاديث وقرآن وكذا لا يجاوز إيمانهم تراقيهم هذا يعني دي مصيبة مصيبة اللي احنا فيها دي لأن النبي أخبر بها وحضر منها ووضحها وبيانها وده احنا بندعوهم مرة تانية بالسلام وبالكلمة الطيبة أفيقوا يرحمكم الله أنتم على ضلالة لماذا؟ ليس لأنكم تخالفوني من أنا؟ أنا تراب ابن تراب لأنكم تخالفون سيد الخلق لأنكم تخالفون ما تدعون أنكم تتمسكون به لأنكم تخالفون الإسلام في حد ذاتي لما محمد عبد يا أستاذ حصل معه كده مع جمال الدين الأفغاني ورأى أن الرجل يقدم الدولة على المجتمع وأنه يقدم الخلافة على الوطن استشعر الخطر وبدأ الخلاف بينه وبين جمال الدين الأفغاني ويشير إلى هذا الخلاف بتوسع رشيد رضا تلميذ محمد عبد لما ألف كتابه تاريخ الإمام في ثلاث مجلدات يحكي قصة هذا الإمام محمد عبد وكيف أنه قال لجمال الدين الأفغاني ما نجيب عشرة عيال كده حلو على فكرة قصة عبد القادر وهي قصة المرتضى وهي قصة أيضا حسن العبد فكرة الاستعانة بالشباب الحوزة مجموعة دعم الحوزة في الفكرة ونعلمه نعلمهم سنينشروا العلم ويكونوا نوعا لا بس خلي بيانك يعلمهم لأن فقد الشيء لا يعطيه لما أنت منتش عارف العربي ولا عارف انجليزي ولا أنت عارف فقه ولا عارف حديث ولا أنت عارف الواقع ولا عارف تتعمل معاه ثم تظن نفسك بقى الجهل المركب أنك تظن نفسك عارفا قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الظهر كنت أركب فأنا جاهل بسيط والصاحب اللي هو الحكيم تومة اللي بيدعي الحكمة جاهل مركب يلا نجيب عشرة ونعلمهم تمام والعشرة كل واحد نتكلفه إنه يعلم عشرة يبقوا مية صحيح فتبقى طليعة وواحد من مية دهول ياخد عشرة وينطلقوا وينطلقوا فقالوا إنك من المثبتين ده ما عجبوش الكلام كمان ما عجبوش الكلام وزعل وبدأت حياة جمال الدين بقى طيب جمال الدين عليه علامة استفهام أنه شيعي أيضا لأن ابن أخته ألف كتاب اسمه جمال الدين الأسدبادي بعض المحققين بيقولوا لا ده هو مش شيعي ولا حاجة هو أفغاني فعلا لكنه لما ذهب إيران كان سببا أن جماعته قتلت ناصر الدين فلما قتلت ناصر الدين فر جمال أو ذهب أو تقبض عليه أو أي حاجة إلى إسطنبول فإيران قالت لإسطنبول سلمونا جمال الدين لأنه ده اللي أتل القائد بتاعنا ناصر الدين فقال لهم بس ده موطن إيراني من هنا بقى جات إيه حكاة الشيع ده يبدأ مقال لكن فيه مقال تاني قال لا ده هو فيه شيعي وإنه هو هكذا بس ده ما يهمناش الشيعي ولا مش شدي قدر بس هل ده انعكس فكرة مولانا يعني هل فضلتك أنت بتقرأ طبعا الشيع عندهم أن الدولة قبل المجتمع وهو ده اللي خلاهم يتقاربوا مع القضية وهنشوف الإخوان إزاي أنها استجابت للشيعة سواء في لقاءات حسن البنة مع الشيعة في المسجد النبوي أثناء الحج أو سواء كانوا في استجابتهم للشيعة الذين أتوا مصر ده الأمر استحقق نفد حلقة لهذا الموضوع مولانا طبعا نرجع هذا لو أزلت فضلتك لسه محمد عبد قصته طويلة لأنه بعد ذلك حاول لانقلق وعايز حاجة ياخدها من الخير فأخذ من جمال الدين فكرة التغيير لكنه اختلف معه في كيفية التغيير وهو اختلاف جزري سنرى أثاره بعد ذلك نحن أمنا نقرأ يعني لذلك يبدو ما تتفضل به فضلتك وكأنه أسرار نسمعها لأول كل هذا مكتوف في القتب وهو بمنتهر من يغوص فيخرج هذه الكنوز ده شيء يعني فعلا عدم القراءة بلوة من القراوي هي اللي خلت هؤلاء هي اللي أوصلتنا لها ترى هم يسمعون فيصدقون وينكرون ما يرون صحيح تقديم السمع على البصر ده اختلال في التفكير المستقيم وده أحد المصائب التي ابتلي بها المتشددين مع أن القول المأثور أو الحكمة بتقولها تصدق كل ما تسمع ونصف مطارة بشكل فضل تكمل هنا شكرا جزيلا فتتواصل الريحة إن شاء الله نواصل الحديث عن نهايات القرن التاسع عشر وجمال الدين ومحمد جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبدو في حلقة قادمة بإذن الله الإسلام الصحيح نحاول أن نظهره أو نتقرب منه لنظهر خطورة هذا الغلو والتطرف لدى هذه الجماعات النابتة يتجدد اللقاء في حلقة قادمة اشتركوا في القناة